صندوق أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية يكمل الممر الثاني لجسر ألطن كوبري شمال كاركوك والذي يربطها ومحافظات الوسطي بأربيل صندوق الأعمار أكد على همية المشروع بجانبيه والذي أنجز بوقت قياسي وبكلفة تصل إلى 692 مليون دينار هذا الجسر لديه همية كبيرة وهمية اجتماعية وهمية اقتصادية تربط كاركوك في أربيل كان هناك مشاكل للمواطنين في عملية التنقل وعملية الحركة الآن بدأت الأمور في استعييد عافية ونتوقع أن هناك كثير من المشاريع ستكون صندوق الانجازة نحن الآن عازمون على وضع خطة إضافية وجديدة لمحافظة كاركوك حصة كاركوك في صندوق الأعمار هي حصة ضعيفة وضعيفة جدا لا تتعدى 6.7 بالعشرة وهذا التقسيم نحن لحسنه فيه غبن علينا وغبن على تركوك بالسبب أنه حجب الأضرار كانت كبيرة نشاط الصندوق تأخر بسبب أنه كنا آخر محافظة تحربت من الإرهاب ولدينا تدمير شامل لأتقل من 138 قرية تهديم قامل وناحية ويعتبر قطاع الطرق والجسور من الأولويات التي وضعتها الإدارة المحلية ضمن خطتها أمام صندوق الإعمار لما يحمله من بعد اقتصادي وستراتيجي كلفة المشروع كان 692 مليون دينار عراقي وبتمويل من صندوق إعمار المناطق المتضررة وبمدة 240 يوم إلا أن الشركة المحلية المختصة في هذا المجال أنجزت هذا المشروع بأقل من المدة رغم ظروف الجائحة التي مرت على المحافظة وتعطيلها الفائدة الأساسية لألتون كوبري بدل ما مثلا السيارات تجي على مركز الناحية وتأخذ يعني من مركز الناحية تعبر إلى أربيل تقل الإزدحام وتقل الضغط على ناحية دالتون كوبري عشرة مليارات دينار عراقي هو المبلغ المخصص من صندوق الإعمار لقطاع الطرق والجسور في كاركوك في وقت تطمح فيه الإدارة المحلية إلى مزيد من الدعم من جسر ألتون كوبري شمالة كاركوك روديانوار العراقي الأخبارية